ولا تفكري ولا تحتاري بعد النهاردة كمان مش هتحتاجي بعد كده تسألي هنعمل اكل ايه بكرة هنتغدى ايه بكرة وفي الاخر ما تلاقيش اجابة وتفضلي محتارة زي كل يوم السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم وده فيديو جديد انا عفاف وده قناتي يارب تكونوا بخير اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والنهاردة فيديو جديد النهاردة فيديو مش فيديو روتين النهاردة الفيديو مينيو افكار لاكلات هنعملها طول الاسبوع يعني النهاردة هنجهز مينيو كده تكتبيه بالورقة والقلم ورايا طبعا تقدري تغير فيه اللي انت حبايا ولكن يعني اهو افكار هنشجع بيها بعض وافكار افكارك كمان بالاكلات اللي ممكن اصلا تنفذيها وتعبليها طول الاسبوع يلا بينا نشوف المينيو مع بعض هاتي ورا وقلم مكتبي ورايا اللي هشاركوا معيكم دلوقتي من الافكار والفيديوهات اللي احنا عملناها مع بعض يعني مش هنقول حاجة جديدة وحاسب لكم كمان لينكات كل الاكلات اللي هتشوفوها دلوقتي موجودة في سندول وصفه كمان حسبها لكم في اول تعليق مسبت طيب يلا بينا نبدأ الاسبوع هنعمل ايه ولا نفترض ان هو يوم السبت هنعمل فراخ رزب شعرية شربة لسان عصفور وملوخية تقدري طبعا انت تغيري نوع الخضار اللي ممكن تعمليه ممكن تعمليه ملوخية بمية المهم ان احنا هنعمل فراخ بشربة بالرزب شعرية وشربة لسان عصفور الاكلة دي من الاكلات اللي يعني لو انت عندك اطفال بتبقى حلوة قوي لان ممكن الولادي يشربوا شربة لسان عصفور مع شوية رز ممكن ياكلوا ملوخية مع رز ممكن في وقت تاني جاعوا وانت عملت الاكل بدري فياكلوا مثلا رز مع فراخ يعني تلاقيك ان انت عارفة تتحركي كده في وسط اليوم اي طفل عندك جعان ولا اي حد راجع من المدرسة وخلصت الاكل بدري فحيكون عندك الحكاية زيات حلوة قوي عندك اكتر من خيار ممكن تحطيها لهم يعني ممكن يشرب شربة مسلا بالسان عصفور بس على مسلا ما ييجي وقت الغداء فالاكلة دي من الاكلات اللي انا في صراحة لما بعملها في يوم اي يوم من ايام الاسبوع بحبها جدا لانها بتديني كده مساحة وبراح ببقى يعني حسة ان انا كده دايما طول اليوم عندي حاجة جاهزة الولاد يقدروا ياكلوها طيب لو انت طبعا عايزة تشوفي الفيديو اللي انا عملت فيه الاكلة دي لان فيه يعني بنات كتير بيسألوني بيقولوا لي عايزين نعرف انت عملتي الحاجة دي ازاي وما بكونش مسلا اي لها في الفيديو فانا هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو ده كله اللي عملت فيه الروتين والاكلة دي كلها بالتفصيل في صندوق الوصف ان شاء الله وفي اول تعليق مسبت الشعرية ممكن نحمرها كمان وتكون جاهزة عندنا زي ما حتشوفوا برضو دلوقتي في اكلة تانية حوريها لكم انا عملتها كانت جاهزة عندي ومتحمرة فمن الحاجات اللي بتسرع معي جدا برضو حمرت الفريخ مش في الزيت حمرتها في الفرن تحت الشوية طبعا بيبقى دوت برضو يعني صحي اكتر من القل عملت كمان تقلية الملوخية بحب اضيف كسبارة ناشفة على التوم بتتديها ريحة حلوة جدا الملوخية متخلياش تفك على النار بتفك في الشربة لوحدها الاول وبعد كده تسخنيها وتحطي عليها التقلية اليوم التاني بقى حنعمل سمك سمك مشوي مقلي سنجاري فيليه ايا كان ولكن يداري تغيري طبعا في ترسيب الايام ولكن انا بديك افكار بس انا عملت سمك سنجاري عملت معي كمان رز صيادية اللي هو الرز الببصل بتاع السمك وعملت صلات الطحينة وعملت صلات الخضرة ونقدر نضيف بقى اي حاجة خاصة بالاسماك يعني زي مثلا صبيت جنبري اي طبق كده ممكن صغير نضيفه جنب السمك وانت ممكن طبعا تعمليه سمك مشوي في البيت او تجيبيه سمك جاهز من بره مشوي تعمليه سمك مقلي سمك فيليه ايا كان النوع السمك يعني ولكن نعمل في الاسبوع على اقل مرة واحدة ناكل فيها سمك لان السمك من الحاجات المغزية جدا جدا ومفيدة كمان اوي يعني عايزين نركز اوي في الاكلات اللي ممكن تخلي ولادنا يبقوا مركزين اكتر فيها اه يعني افادة ليهم اكتر برضو حسيب لكم الفيديو ده اللي عملنا فيه شربة الجنبري السمك السنجاري اه نضفنا كمان الجنبري وطلعنا منه ركيس الرملي ازاي كل الكلام ده حسيبه لكم حتلاقوه في الفيديو ده فتندقوا الوصف ان شاء الله وده كده كان تاني يوم زي ما قلتلك ممكن يقسمك اي نوع كمان انا حواليكم دلوقتي يسمك في ليه ممكن تعمليك واجبة في يوم برضو لوحده ونعملي مع رز ابيض تعمليه معايا صلات التحينة صلاتة خضرة بطاطس محمرة يعني بطاطس مهروسة اللي انت عايزها وحبها يعني ولكن هو برضو من الاكلات الحلوة قوي وممكن تجيبيه برضو من الهايبر او تشتريه يعني فرش كمان لو عايزة تشوفي ازاي نعمل السمك الفليب اللون ده ازاي نطلع الكفر بتاعهم ارمش ويكون من جوه طاري ومن برا هاش ومقرمش جدا كمان حسيبلك الفيديو ده شوفيه هيفيدك جدا لان طريقة التغطية بتاعت السمك مختلفة تماما عن اي حاجة ممكن تشوفيها وطعمها بيطلع في الاخر بيديك نتيجة مظبوطة جدا زي ما نشايفها كده كمان حفتح لكم واحدة من جوه واريكم شكلها عامل ازاي طبعا طحفة يعني السمك يبقى طاري من جوه وفي نفس الوقت من برا مش طاري يبقى مقرمش اليوم التالت تعبنا بقى اول يوم وتاني يوم استراحة وقفنا كده في المطبخ شوية يعني فهنعمل النهار ده حاجة مفيدة وفي نفس الوقت خفيفة وبسيطة وما توقفناش كتير هنعمل كبدة مشوية تعمليها مشوية تعمليها اسكندراني تعمليها مقطعة متشوحة المهم يعني نحن هنعمل كبدة الكبدة دي انا جايبها شرائح كده من عند الجزار دي ما هي انا ايللها عايز ديها شرائح كبدة علشان تعملها مشوية يعني فهو دهني بالشكل ده طيب هنعمل لها التدبيلة طبعا المحترمة بتاعتها واحسب لكم برضو الفيديو بتاعها في صندوق الوصف وبعدين لو انت عندك طاصة طفال من اي او سراميك يعني حاجة ما تكونش بتلزقت اقدارة الدينية دهنة زيت بسيطة والسخنية كويسة على النار عالية وبعد ما تحطي الكبدة في التدبيلة ممكن ساعتين تلاية اربعة تقدر يتشوحيها كده وتقدمي معاها بقى مكارونا بطاطس محمرة صلطة التحينة صلطة حمص صلطة خضرة ايا كان الحاجة اللي هتقدميها معاها هتنفع جدا يعني الكبدة من الحاجات اللي ايه اللي ممكن متحركة معاكي في وصفات كتير او اطباق جنبها كتير دي كده التدبيلة وطبعا انتوا عارفين طبعا التدبيلات والحاجات دي ما تاخدش وقت خالص فانا التدبيلة جهزت كله سريع سريع وحطيت فيها الكبدة سبتها في التلاجة وروحت الشغل ورجعت يومها فيعني الموضوع بيبقى بسيط فتقدر يتنفيذ الاكلة دي في اي وقت عندك تقدر يتدي بقى كل حد من ولادك طبق في شوية مكارونا او لو عامل معها بقى مسلا رز ابيض زي ما يكونوا بيحبوها بس غالبا بنعمل مع الكبدة مكارونا يعني فريحتين مسلا من الكبدة شوية غطات محمرة اي طمط ما يمتقطعها شوية صلطة مسلا ايا كان فحيبقى بصراحة واجبة برضو مغزية ومشبعة جدا وفي نفس الوقت مفيدة وانت برضو ما قفتش في المطبخ كتير وغالبا انا بعمل الاكلات اللي زي كده زي البورجر الكبدة الحاجات اللي ما بتاخدش مني يوقفى في المطبخ زي مسلا محاشي ولا طبيق ولا حاجات مندي بعملها في اليوم اللي انا يكون في عندي حاجات تانية في البيت هعملها فبقول خلاص يبقى المطبخ ما ياخدش مني وقت كتير النهاردة واعمل بقى حاجات تانية في البيت علشان ما يبقاش وقفة هنا وقفة هنا فيبقى الموضوع اليوم كله بيروح يعني طيب انا هعملها على الجريل دي بس انت طبعا تقدر تعمليها في اي طاصة عندك هتبقى برضو ممتازة جدا حتى لو الجريل بتاعت البوتاجاز اللي هي بتتحط على على عين البوتاجاز يعني برضو حلوة قوي بس دي جريل كهرباء وممكن كمان هتلاقوا الريفيو بتاعها ان شاء الله هتبهوا لكم برضو في صندوق الوصف بالفيديو ده عشان لو حابين تعرفوا المركب بتاعتها سعرها آآ بتشتغل ازاي برضو ولو حد اول مرة يشوفها انا طبعا اتكلمت عليها كتير قبل كده بس لو حد اول مرة شوي الفيديو دوت وحابب ان هو يعرف عن الشوية هيلائي الفيديو ان شاء الله موجود في صندوق الوصف طبعا بتستوي كمان بسرعة فهو لا وقت في التحضير ولا وقت في في التسوية ولا وقت في الاكل طبعا انتو عارفين شكلها حلو جدا بعد التسوية يعني رحتها وشكلها بيديكي احساس باكل المطعم كده بسبب طبعا الخطوط اللي تقوم موجودة في الجريل نفسها طيب ممكن انت ما تعمليش مكرونة خالص ولا تعملي اي حاجة تانية مع الكبدة يعني وتعمليها في عيش تحطها لهم في صندوقشات فينو مثلا حباريكي دلوقتي ازاي ممكن نحطها في صندوقشات ويكون شكلها حلو وفي نفس الوقت الولاد حتى لو مش بيحبوا الكبدة يعني يلاقوا شكل الصندوقش كده شكله يعني شاهي شوية او في مثلا حركات كده من بتاعت برة في يعني يحبوه يعني يتحس ان هم مقابلين على الاكل شوية افضل من انت يتقدمه له مسلا بالشكل ده خاصة لو اطفال صغيرين اللي هو سن خمس ست سبعة تمام سنين برضو ممكن يعني المنظر ده ما يشجعهمش على الاكل زي ما هتشوفي دلوقتي ممكن نحطه في صندوقشة عامل ازاي فحيبقى الشكل مشجع شوية على الاكل خاص بقى طحينة مايونيز كاتشاب يعني اللي تحبيه او اللي ولادك بيحبوه يعني اه وتفاديهم في صندوقش وتحط فيهم مشاريع الكبدة بتاعتنا هتبقى طبعا حاجة حلوة جدا انا هنا كنت باوريكم ان هي طبعا استوت ورغم ان هي مش آآ مش رفيعة هي ساميكة علشان كده اخدت وقت ازياد شوية على النار من شريح الكبدة اللي تبقى رفيعة قوي قوي طيب تعالوا بقى نحطها في صندوقشات ويبقى ممكن ده فعلا يبقى يوم سريع انت عندك في مشوار عندك آآ تنظيف في البيت عندك اي حاجة فتعملي الاكلة دي هتسهل عليك كتير وخصوصا انها كمان هتبقى في صندوقشات فانتي لا هتغذي وقت في تحضير اكل ولا هتغذي وقت في الموعين ولا اي حاجة خالص بص احنا هنفتح العيش كده ونحط فيه مايونيز ونحط عليها شريح الكبدة ممكن نحط طماطم ممكن نحط بصل لو الولادك بار شوية وبياكلوا البصل يعني ممكن كمان نحط خاصة كاباتشو اي ان كان يارب تكون افكار الفيديو ده يعني تفيدكم وتعجبكم لو انتو حابين الافكار دي او الفيديو بالطريقة دي ممكن تكتبوه تحت في التعليقات وتضوصوا لايك الفيديو ده اكيد علشان انا اعرف ان الفيديو من النوع ده انتو حابينه او بيفيدكم وان شاء الله نعمل فيديوهات نكمل بقية الشهر ونقول ممكن الاسبوع التاني في الشهر نعمل ايه ونقول برضو سبع وجبات مختلفة غير الاسبوع اللي فات اليوم الرابع بقى ناخد رست شوية هنعمل اكلة شعبية نعمل عجة نعمل بطاطس مهروسة نعمل بطاطس بوش بيتزا شوية اللي انت شايفاها دي دي بطاطس مهروسة عادية حاطين عليها شوية لبن مكعبين زبدة هرسناهم بها كويس قوي لسه سخنة ونحط بقى على وشها بقى زتون طماطم اللي انت حباية فلفل اخضر فلفل الالوان بتدي شكل حلو طعم حلو جدا وبتحسسك كده ان انت تكلي حاجة مختلفة عن البطاطس المهروسة يعني دي كده بصوا انا هحط عليها وشها طماطم آآ شراح طماطم بس نشيل من الطماطم البزري يكون افضل يعني نحط زتون اسود زتون اخدر ممكن نحط شراح بصل برضو بيكون طعمها حلو جدا نعمل معها ايه طيب يا عفاف هنعمل معها عجة نعمل معها بتنجان مخلل نعمل معها مسقعة نعمل معها اي حاجة من انتم عارفيني هو الاكل الحرش ده بصراحة بيبقى يوم حلو جدا يعني بيبقى اكلة تحس ان انت كده بتاخدي رست وهدنة من الاكلات اللي احنا بنقعد نعملها طول الاسبوع وبيحس ان انت معادتنا خلاص كعبلت بقى يعني نرتاح شوية بقى بصوا شكلها كده هحط طبعا على وشها المتزريلا المتزريلا بتخليها يعني تحسست كده ان انت بتاكل حاجة فخمة شوية يعني ممكن نحط بقى رومي آآ مبشور اللي انت حباية هدخلها بس الفرن تحت الشوية محتاجين بس ان هي تسيح كده والوش بتاعها بس يندمج مع بعض وخلاص انما هي البطاطس نفسها خلاص هرسناها بالزبدة وشوية لبن او شوية كريمة وهي سخنة فمش محتاجها حاجة تاني بصوا شكلها تحفة بجد طعمها جميل جدا يعني لو انت فعلا ما جرتش البطاطس المهروسة بالطريقة ديت او حطتي على وشها اي اضافات بجد جربيها ان شاء الله اتعجيبك جدا انا في اليوم ده اعمل مع البطاطس المهروسة اعمل معها ممكن اعجة اعمل معاها ان شاء الله انا اعمل اعجة مع بعض عشان انا عملتها مرة من زمان جدا اغل ما فتحت القناة وما عملتهاش تاني بقى معيكم ولا مرة بعد كده آآ بصوا تطلع كمان معيك قطع صراحة صراحة تحفة جدا على فكرة والولاد اللي بيحبوا الوطاطس المهروسة تنفع جدا في سنوشات المدرسة بتبقى حلوة قوي برضو متماسكة وفي نفس الوقت متحطيش عليها توم لو هتحطيها لهم في المدرسة بقى لاش توم خالص لو حابة بقى اضافة التوم يبقى التوم برضو بيخليها حلوة جدا بس ده لو هتعمليها للولاد فبلاش تحطي توم عشان انتوا عارفين راحة التوم بتبقى نفازة جدا يعني خلاص كده وده كده رابع يوم رابع يوم اللي هو احنا ما صرفناش كتير واخدنا برضو هدنة شوية من الاكل عندك بقى بقى حاجة من الايام اللي فاتت هتحطيها جنبها مفيش مشكلة ويعملي بقى بتنجمى خلل او مسقعة وكده يبقى تمام جدا اليوم الخامس بقى هنعمل في لحمة طبعا ما كاناش لحمة خالص لسه بقى طول الاسبوع كده هنعمل لحمة انت تقدار بقى تعمليها ما شوية تعمليها قطع مسلوقة تعمليها كفتة تعمليها بصلصة اللي انت حباية المهم ان احنا هنأكل لحمة يعني ولكن عما نعمل لحمة مفرومة ممكن نص كيلو يأكل معاك اربع افراد لو عملتهم مثلا بطريقة يعني تتعمل معاك كمية كويسة زي مثلا الاكل اللي بقولك عليها دلوقتي وهي كفتة داود باشا كفتة داود باشا من الحاجات اللي بتتاكل بالرز تتغمس بالعيش او تحسي ان هي بتفرت معاك كمية كويسة يعني هو ده بيبقى نص كيلو لحمة مفرومة بنضيف عليه البصل والتوابل برضو احسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف لو حابين ترجعولو انا بقدمها دايما كفتة داود باشا مع رزة ابيض بتبقى تحفة جدا ونقدر نعمل معاها برضو بطاطس محمرة وصلة خضرة وبحس ان الاكلة دي مش ناس كتير بتعملها او مش ستات كتير بتنفذها ستات كتير يعرفوها كفتة داود باشا بالاسم معروفة لكن حس انها مش بنفذوها كتير يعني ولكنها سهلة جدا 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 ارجعي بقى للطريقة افصندو الوصف وطبعا شايفة شكلها طحفة جدا طعمها كمان جميل والصلصة تجنن لو حابة تجديدي لولادك في الاكلات يعني ممكن تعمليها لهم لو انت مش بتعمليها دايما او ما عملتياش قبل كده هتعجبهم جدا كمان انا عايزة اقولك ان هي بتحضرها مش يعني مش تاخد وقت خالص ولا حتضيقك ولا تسعبك ولا توقفيك كتير وفي نفس الوقت انت بتحضريها اصلا مع رز ابيض ولا رز بشعرية بس انا يومها انا كنت عامل رز بشعرية ممكن كان هو يومها عندي مثلا قبل كده من مبارح ولا حاجة فكملت عليه ما عملتش بقى رز جديد وبتقدر يتقدميها مع مكارونا ممكن اصباكيتي تبقى حلوة برضه عايزة كنت اكتبولي رأيكم تحت في التعليقات في الاكلات اللي احنا بنعملها دي او في المينيو بتاع الاسبوع طيب اليوم استاد اصباك خلينا نعمله يوم فاني كده للحاجات اللي بيحبوها نعمل ناجت نعمل بورجر نعمل الحاجات اللي هي عارفين انتو بيحب يأكلوها بره فانا هعمل بورجر مثلا هعمل معي مثلا يا اما مكارونا يا اما هعمل معي عايش كايزر في البيت الفيديو ده كنا عاملين فيه العايش الكايزر مع بعض برضه هتلاقوا الفيديو ان شاء الله في صندوق الوصفة تقدروا ترجعوله وحتشوفوا كمان العايش الكايزر راحنا عملناه في الفيديو ده في اخر الفيديو انا هحط فيه البورجر ده فتقداري تعمليه اكلة كده اللي هو انت حتنفيدي اكلة من اكلات برة. انا هعمل بورجر وحعمل عيش كايزر. هعمل سلطة كوريسلو. هعمل اي صوصات من اللي بتقدم برة. والولاد بيحبوها. والكبار كعمان بيحبوها. فتبقى حاجة يعني حلوة كده. وتحس ان هو يوم فاني في اخر الاسبوع. نعمل فيه كده حاجات من اللي هي ايه? سريعة كوي. انا هقدم البورجر دوت مع عيش كايزر. وهنعمل صندويتش حلوة قوي نحط فيه طماطم طرنشاط. بصل. اه فلفل هلبينو. هنحط مسلا خيار مخلل. الحاجات اللي احنا بنكلها برة. وبتعجب الولاد جدا. وكمان البورجر ده من حاجات اللي تدار يتفرزيها لسنشاط المدرسة او لاي يوم تاني في في ايام الاسبوع يعني. فمن الاكلات برضو اللي بتنفع جدا وتطلع على شاوية على طول او على طول. بصوا دي جريل برضو. انا استخدمت معاكم من شوية الجريل للكهربا. دي بقى جريل على البوتاجاز برضو. بصوا نعادة استخدمها بتاع يعني ست سنين كده. تحفة. انا بحبها جدا. من الحاجات اللي اطلع الاكلات فعلا برضو مستوية جدا. وفي نفس الوقت فيها خطوط الشاوية وشكلها حلو. بصوا العيش ده احنا عاملينو مع بعض. اه حساب لكم برضو الفيديو ان شاء الله في صندوق الوصف. بصوا انا حطيت ايه بقى? اه مايونيز والبورجر. وحطيت كمان شريحة من الجبنة اللي هي الافانسي. الشيدر. وكمان شريحة طماطم شريحة بصل. طبعا صندوقتش تحفة طبعا. وعملينو في البيت وبصوا العيش. واحساب لكم اللينك في صندوق الوصف. اليوم السابع. يوم الجمعة او نهاية الاسبوع. تعبته صح? طيب بصوا في ناس عمدها بقى يوم الجمعة ده بتعمل فيه اما حاجة من الاتنين دول. يا اما بيبقى يوم فاني كده وبتتغدى برة او تتعشى قوت معزومة برة او يعني ما بتعملش اكل في البيت اللي هو انا واخد اجازة الجمعة يا جماعة من المطبخ. او يكون عندهم يوم الجمعة ده يوم مقدس بقى واليوم اللي احنا عادين فيه كلنا في البيت مع بعض في يوم الاجازة. ونعمل بقى فيه اكل متين. نعمل بقى محشي. نعمل بط وملوخية. نعمل على فيه الحاجات اللي هي التقيلة دي. فانا حطتلكم في يوم الجمعة النهاردة. آآ لحمة مسلوقة. آآ كمان هنعمل معها بسلة اللي هو تورلي. آآ على جزر وبطاطس. ونعمل كمان رز بشعرية مثلا. بصوا بقى الصلصة لما تكون متفرزة جاهزة. يدوب نقالي البصل. ونحط عليه الصلصة من الفريزر. ما في تكملش عشر دقايق وتكون فكت. والنزل عليها كمان الخضار لو متفرز في الفريزر يبقى تحفة طبعا. زي ما هتشوفه دلوقتي. انا نطلع على البسلة من الفريزر. يدوب حطيت عليها بطاطسايا. وكان الموضوع بقى كده سهل وبسيط خالص. يدوب ما اخدناش اساسا. تلت ساعة ولا ما كملناش نصف ساعة في المطبخ. قطعنا جزرايا. آآ بطاطسايا على البسلة والصلصة اللي طلعين من الفريزر. وعملنا رز وسلقنا اللحمة. فالموضوع يعني سهل وبسيط. اتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم ويكون مفيد. اتمنى كمان ان انتم تدوسوا لايك الفيديو ده وتدعموه علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد. بصوا كمان الشعرية لما بتكون متحمرة عندنا جاهزة زي ما عملناها قبل كده من غير زيوت ومن غير دهون خالص وشايلينها في دولايب المطبخ. فالموضوع برضو بيكون اسرع. جهزنا الرز بسرعة. حطينا الرز على الشعرية على الزيت كله مع بعضه. حتة سمنة او حتة زبدة. حطينا المية وكده خلاص الاكلة كانت غلصت. اشوفكم على خير. سلام عليكم.